السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة وصفات سلمة الفاسية أتمنى انكم تكونوا باخر وعلا خير بصحة وعافية لقاكم هذا الفيديو في أحسن أحوال إن شاء الله كيف ترون هذا الفيديو هذا كيف وعدكم سوف نحطر معكم مخمر أو مخمر أو بوشير على حسب كل منطقة وشنو يقولون لي في المغرب بكل أسراره فاخليكم معايا حتى الأخر الفيديو فرجة ممتعة هنا بالنسبة المقادير العجين هنا كيلو ديال الدقيق الأبيض وعندي هنا نصف كيلو ديال السميدة متوسطة الحجم إلا عندكم مرقيقة قديرة وها مش مشكل غرر غضيضة ما تديروهاش عندي معلقة كبيرة ديال الملحة وشوية ديال أولى معلقة كبيرة ديال الخميرة ومعلقة كبيرة ديال سكرتانيدة واللي أخوي تعليهم شوية ديال الماء دافي فالإناء هذا خلي تحت الدوب لأن استعملت الخميرة الجافة والخميرة حبيبات هنا بالنسبة للعجين دائما في هذا الحويجات المخبوزات إلى أخيره خصهم دائما تديرو يعني الضعف يعني لقدرتو نسكيلو ديال السميدة ديرو ضعف الكمية يعني كيلو ديال الدقيق الأبيض دائما باش كيتلعو لكم المخبوزات سوف نخلط بالمدافي ونرجع معكم هنا بعد ما خلطت العجينة بالمدافي كيف تشوفوا هنا لا تحتاج تكون قاسحة ولا تحتاج تكون جارية أو طاقة راسها بزاف على هذا الشكل هذا سوف نديرها في الروبو باش تعجين مزيان ونرجع معكم من بعد هنا العجين بعد ما التعليكات مزيان والتخدمات كيف تشوفوا هنا تلقات راسها مزيان ننتهب شوية ديال الزيت نغطيها بالبلاستيك الغذائي ونجعلها ترتاح على الأقل 1-45 دقيقة هنا سوف ندوز باش نجد المخمر ديالي ثلاثة ديال ثلاثة ديال المقلات يعني ثلاثة ديال الحبات ثلاثة ديال المخمرات هنا ضروري دهن المقالي بالزيت بالزيت المائضة حيث سوف نجعله المخمر من بعد يخمر لنا في هذا المقالي يعني يعود الخمر في المقالي هنا عندي العجينة يعني رأى العجينة أنا نقصت من ناحية ترتبها حويجة خرين خليت غير القياس اللي غادي يكفيني في هذه ثلاثة ديال المخمرات اللي غادي نوجد هنا أخصتكم تديروا عينكم ميزانكم يعني غادي تقطعوا العجينة من قبل غادي تديروا عينكم ميزانكم يعني حال غادي يكفيكم في ديال المقلة أنا كان نشوف عيني ميزاني وكن قطع ونحط وعرفت بأن هذا القياس ديال العجينة اللي خليت هو اللي غادي يكفيني في الثلاثة ديال المخمرات اللي غادي نوجد هانتم على هات الشكل وعيد من بعد غادي ندوز باش نلويها أولا باش غادي نشكل دك المخمرات فخليكم معاي كيفاش كان نلويهم دروري يخصكم تدهنوا بالزيت يعني سطح العمل ديالكم ودروري سطح العمل ديالكم يعني سطح العمل يكون نقي يعني تكونوا دايجة ندفته من قبل ونقيته لأنه غادي نديروا العجين غادي نخدموه العجين من فوق منه غادي نقص يكون نقي ومن الشف وصفي غادي نبدأ نطلق العجينة ديالي لها الشكل ستكون مبسطة ماشي ضروري هنا يعني ترققوا بزاف هنا ماشي بحال يعني بحال الملوي اللي غادي اللي خصو يكون رقيق لا هذا ماشي ضروري لأنه غادي غادي نعاود أو غادي نعاود نقرسوه في المقلع هنا اللي ضروري واللي أساسي هنا هو أنه يعني الطريقة ديال كيفاش تلويوه خصو تكون صحيحة على شكل هذا أنا درت الزبدة هنا دايبة بصراحة أنا مبغيتش ندوبها كان نبغي نخليها بحرارة المطبخ ولكن ما أو بحرارة الغرفة ولكن ما يعني ما نسيت ما جبتهاش من طلاجة ودرتها تدوب واحد شوية في الميكووند ولكن غفلتني ودهبت بزاف كيف شفتوا أنا لويت يعني المرة الأولى ودرت الزبدة ورشيت يعني بالزبدة ورشيت بالسميدة منتوسطة منتوسطة الحجم اللي درت في العجين كذلك على الشكل هذا كيف شفتوا معي لويت نصف والنصف الأخر حتى هو سافي قد نعود معكم واحدة أخرى على الشكل والعجين والعجين محدها كتبقة وهي كتلقرة وهي كتعاونكم أنكم تشكلوها كما بغيتوا على الشكل هذا نفس الطريقة ضروري ندهن بالزبدة ضروري ندهن بالزبدة لولا نرشب الزبدة لهذا الشكل هذا ونرشب السميدة يعني من بعد وكتجيبوا هاد النصف هذا ديال الهجين كتديروا بحل هكا كالطواوه والطواوه النصف الآخر عليه على الجانب الآخر وندهنوا مرة أخرى ونرشب السميدة ونديروا بحلقة نديروا بحلقة نغولي وهديك الهجينة على هات الشكل ونحاولو هادوك الاطراف اللي كيبقى وندخلوهم مع الجنب ونحط في المقلع هنا بناسبة يعني المخمرات ديالي ما تحاولوش انكم تقرسوهم من بعد يعني مباشرة من بعد حاولو انكم تلويوهم كاملين وغدي تبدو من هديك اللي صوبته في الأول هادي اللي وجدت في الأول هادي نبدأ نقرسها كيف تشوفوه كياخد شوية الوقت ضروري ما تصبروه معاه باش كي يتطلق وعلى هات الشكل هنتو معي قرسها كاملة قرسهم كاملين هدي ما زال أخصني نقرسها واحد شوية نطلقها وصافيهم من بعد غدي نشائل الفران واحد شوية يعني 15 ثانية يدور فيه شوية غير يدفة ونطفي وندخلهم ليه باش يخمروا هنا بعد ما خمروا كيف تشوفو خليتهم واحد الزاعة إلى ساعة ونصف هاو ما طلعوا وخمروا كيف تشوفو انا دائما كندير هديك الحيلة ديال الفرن بصراحة كتفكني معدب البرد ما كان يعني ما كان ما كان بصراحة ما كان ضيعش الوقت في الخمير كنشال الفران واحد شوية وكندير المخمر ولشنو ما بغيت الخبز ضغية كي يخمر ما كياخدش ليه على الوقت صافي إذا بقى نراش على عليهم النار كيف تشوفو على هذا الشكل النار تكون متوسطة هنا بعد ما حسيت بهم بدأوا كيطيبوا من التحت أولى طعبوا بلوتو كيف تشوفو هنا كنش شوية بالزيت هنا تقدروا يديروا بالمنعقة مش ضرور يديروا بها الفرشات هدي وصافي وغادي نقلبهم كيبك تشوفو كيجوا من التحت موردين وكيجوا رائعين وصافي وكنستمر على الطرق الشكل يائديا المخمر ديالي كيبك تشوفوه المخمر ديالي كيجي لهات الشكل كيجي رائع أنا دهنتو بالزبدة باش كي يبقى رتيتبو كي يبقى فتي كنتمنعنا الفيديو دياليوم يكون الإعجاب ديالكم ما تبخلوش عالية بلي لايك بلي كومنتيغ ديالكم كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة كنتمنعناكم تشتركوا معي وتفعلوا الجرس بشوصلكم دائما للجديد وغادي نقول لكم تهنلو فريوسكم وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله